في أمر مختلف ترأس صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس على حاكم الشارقة رئيس الجامعة الأمريكية في الشارقة اجتماع مجلس أمناء الجامعة الذي عقد مساء أمس الأحد في مكتب سموه بالجامعة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس على حاكم الشارقة رئيس الجامعة الأمريكية في الشارقة خلال اجتماع سموه مع مجلس أمناء أمريكية الشارقة اطلع على تقرير المؤسسة الأكاديمية حول استجابتها لمواجهة جائحة فارسك في التسعة عشر وكذلك لإجراءات التي تم اتخاذها لتعزيز التعلم عن بعده وتطوير البحث العلمي كما واعتمد سموه جملة من القرارات التي اقترح المجلس والمتعلقة بكفاءة تشغيل الجامعة وأدائها وأشاد صاحب السمو حاكم الشارقة بالجهود الكبيرة التي بدلها أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في مواجهة تحديات الجائحة وسعيهم الدؤوب لتطوير منظومة التعليم بالجامعة خلال الاجتماع استعرض المجلس عددا من المضوعات المتعلقة بشؤون الجامعة المختلفة ومن ضمنها جهود الجامعة المستمرة في استقطاب الطلبة ذوي الكفاءات العالية من مختلف دول العالم بجانب استعراض الدعم المقدم للطلبة والجهود المبذولة للحفاظ على الانشطة اللامنهجية خلال الجائحة بالإضافة إلى تدابير الصحة والسلامة التي تتخذها الجامعة من جانبه أكد الدكتور كيفين ميتشيل مدير الجامعة أن أمريكية الشارقة تستفيد بشكل كبير من الدعم المستمر لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسم عضو المجلس العلى حاكم الشارقة رئيس الجامعة لأعضاء مجلس الأمناء مما سمح للجامعة أن تستمر في تعزيز عملية التعلم والتعليم والبحث والعمل الإبداعية وتقديم منح الدراسية الجدير بالذكر أن الاتجاه الاستراتيجي الذي وضعه المجلس أدى إلى خلق مجتمع أكاديمي يتألف من أعضاء هيئة تدريس بارعين وطلاب طموحين وخرجين متفانين يساهمون في صنع عالم أفضل ترجمة نانسي قنقر